السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اذكر الاحباب الكرام بان ان الاخت الفاضلة التي قبل 15 يوما اتصلت من يوم الجمعة وهي في تركيا تقوم بعملية جراحية قلب مفتوح لقد امتتلت للشفاء وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل دعوتكم لقد دعوتم معها وامنتم على الدعاء وكانت في وضعية خطرة للغاية نسبة النجاح كانت ضئيلة جدا ولكن الطاقم الطبي فوجئ بان العملية قد نجحت وهي الان سليمة صحيحة معافة وتشكركم جميعا انكم لم تبخلوا بدعائكم وتأمينكم وقد شوفيت وعفيت الان ولله الحمد والمنى وعادت من تركيا الى ارض المغرب وبالمناسبة اختنا ربيعة من ترودانت تتصل وتقول بان زوجها هو الان مشرف على عملية جراحية اخرى للقلب خطيرة ورغم الاجراءات الطبية عندها امل كبير في دعوتكم فجزاكم الله خيرا ايها الاحباب الكرام هذا من باب انقاد النفس البشرية نتعاون ونتآذر مع اخواننا بوحد دعوة الخير نرفع الفاتحة اللهم يا رب يا كريم اللهم يا حنان يا منان زوج اختنا ربيعة من ترودانت انه بين يديك وانه على مشارف اجراء عملية قلب مفتوح اللهم شافيه وعافيه اللهم طبه في الغيب اللهم عالجه بعلاجك اللهم انت خالقه وانت بارئه وانت رازقه وانت حافظه وانت شافيه اللهم شافيه وعافيه وداويه في المدى يا رب اجعل في نومه تتنزل عليه الرحمات والبركات ويقوم مشافا معافا اللهم عجل له بالفرج رب الناس انهي بالباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم بحق قولك واذا مردت فهو يشفين واذا مردت فهو يشفين واذا مردت فهو يشفين اللهم شافه وعافه واعيده الى اهله ودويه سليما معافا قولوا معنا جميعا امين ابيد ابيد يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة